اهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية اثرت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة ارتفاعا في ميزانيتها بنسبة 6.1% او مقداره ملياران ومئتان مليون دينار وذلك بنهاية التشرين الاول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبحسب بيانات البنك المركزي الاردني فقد سجلت قيمة الميزانية الموحدة للبنوك المحلية 39 مليار و700 مليون دينار بنهاية التشرين الاول من العام الجاري مقارنة مع 37 مليار و400 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي قال رئيس جمعية الصرفين الاردنيين على الدين ديرانية لاخبار رؤية ان الدينار الاردني يشهد طلبا قويا في الوقت الحالي ويعتبر هذا الوقت موصما لتصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج العربي والعراق ولبنان وأوروبا وأكد ديرانية بأن الطلب على الدينار سيزداد في الفترة المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والأعياد المجيدة ومع نهاية العام سيستمر الطلب بالارتفاع بسبب قيام التجار والأفراد ببيع مدخراتهم من الدولار واليورو والذهب لتزديد مستحقاتهم بالدينار على البنوك الأردنية لإغلاق حساباتهم الجاري مدين دينار تشهد أسعار الخضار والفواكه استقرارا في السوق المحلية وخاصة البندورة التي انخفضت بشكل ملحوظ عما كانت عليها الأسبوع الماضي حيث كان يبعى كيلو البندورة من 30 إلى 35 قرشا وأسعره يتراوح حاليا من 15 قرشا إلى 20 قرشا للكيلو وذلك لوجود كميات كبيرة من الخضار والفواكه واردة إلى السوق المركزي تقدر ب2700 طن بحسب مدير السوق المركزي عبد المجيد العدوان وأكد العدوان أن أسعار الخضار والفواكه مستقرة على انخفاض ولا يوجد عليها أي ارتفاعات مبينا أن تداخل المواسم الزراعية أدى إلى زيادة الكميات الواردة إلى السوق المركزي بالإضافة إلى شح الأسواق التصديرية إلى العراق والدول المجاورة ما جعل أسعار الخضار والفواكه مستقرة في السوق المحلي قال وزير الصناعة والتجارة دكتور حاتم الحلواني إن الحكومة ستمول قرابة 70 مشروع خلال الربع الأول من العام المقبل عبر صندوق تنمية المحافظات والصندوق التمويلية الأخرى وأكد الحلواني أن الحكومة ستعطي الأولوية في تمويل المشاريع للمحافظات بهدف توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات وتحسين ظروفهم المعيشية وأشار إلى موافقة إدارة مجلس الصندوق أخيرا على الاستثمار في سبعة مشاريع بمساهمة من الصندوق بقيمة مليونين وثمانمائة ألف دينار موزعة على عدة قطاعات ومحافظات إذ يبلغ مجموع حجم هذه المشاريع الأولى 12 مليون دينار يواجه العاملون في قطاع الإسكان تحديات عدة منها ارتفاع أسعار الأراضي وإجراءات برقراطية تؤخر معاملاتهم من عدة جهات وكل هذا يؤثر بشكل مباشر على المواطن الأردني التفاصيل في التقرير التالي ربما أهم أولوية من أولويات المواطن هو اقتناء سكن مريح يلم شمله وشمل أسرته لينعم بحياة هانئة مريحة يتخلص فيها ولو لبعض الوقت من كرب الحياة وهمومها الاقتصادية الصعبة العاملون والمستثمرون في قطاع الإسكان يواجهون تحديات ومشاكل منها ارتفاع سعر الأراضي الذي سيؤثر بكل تأكيد على سعر الشقة السكنية واقع الأراضي اليوم في إذا نتكلم عن عمان وأكثرية الاستثمار في قطاع الإسكان هو كعمان موجود في عمان الغربية أسعار الأراضي تجاوزت سقوف بقدرة المواطن الأردني خاصة بالنسبة لتجار الإسكان سابقا نحن نحسب أن الشقة تحمل 7000 دينار 5000 دينار 10 000 دينار في حدها الأقصى من قيمة الأرض اليوم الأسعار وصلت 0.5 مليون و600 ألف و700 ألف في بعض المناطق وصلت إلى مليون دينار قطع أراضي سكنية وأكثر من ذلك فاليوم الشقة أصبحت تتحمل 50 ألف دينار مفتاحية قبل بناء الشقة 50 ألف دينار ثمان أربط 50 ألف دينار بناء شقة 120 ألف دينار أرباح شركات الإسكان مع المصاريف اللي بتقوم من 15 بحدها الأقصى 20% صافر ربح مال لا يتجاوز 10-12% 15% فتباع الشقة بـ 120 ألف دينار أحد المستثمرين في قطاع الإسكان يشكو في آخر فترة من ارتفاع سعر أجر العامل الوافد نظرا للحملة الأمنية الأخيرة ومدى تأثير هذا الأمر على القطاع الإسكاني وأيضا يدعو أمانة عمان إلى تغيير بعض السياسات التي برأيه سوف تساهم في تخفيف سعر السكن زاد عنا نحن شوي الوضع كما نسوه لما صار في عملية العمال الوافدة وارتفاع أجورهم نتيجة العملية الترحيل جزء من هؤلاء العمان المصريين لأصلا معظم الاعتماد في إنتاج الشقة السكنية بيكون قائمة على هذه العمال الوافدة نحن أصلا نعاني من مشاكل مع أمانة عمان في طول عمليات الترخيص واستصدار إذن الأشغال بيؤدي إلى تعطيل تدوير رأس المال لكل القطاع الإسكاني قطاعا ربما هو أكثر القطاع تشغيلا للأيدي العاملة ودرا للأموال ولو أن ارتفاع أسعار المساكن والأراضي يقلق استقرار المواطن فهل سيكون هناك صقف أو حد لهذه الارتفاعات؟ غيث زيتر قناة رؤية في حديث خاص لأخبار رؤية أكد نقيب الحلي والمجوهرات أسامة مسيح بأن أسعار الذهب عالميا تشهد ارتفاعا وذلك بسبب تركيز المستثمرين على المناقشات التي سوف تتم في اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي خلال هذا الأسبوع لتفادي الوقوع في مشكلة الجرف المالي متوقعا بأن تراوح الأسعار محلها للفترة المقبلة القليلة علما بأن شراء البنوك للذهب في السنتين الماضيتين قد زاد وقد وصلت كمية شراء صندوق النقد المتداولة للذهب رقم قياسي محليا أكد مسيح بأن نسبة شراء المواطنين ارتفعت للذهب خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 12.5% مبررا ذلك بإدراك المواطنين لقيمة الذهب كوسيلة آمنة وسط توقعات مستمرة بارتفاع أسعاره وبين مسيح بأن غالبية من يشترون الذهب هم من المقبلين على الزواج لكنه يشير إلى وجود غاية أخرى لشرائه تتمثل بالإدخار والاستثمار إذ يحظى الضهب بثقة من يقوم بالاستثمار فيه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة